الحمد لله رب العالمين الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فهذا لقاء ثالث من لقاءاتنا في قراءة كتاب الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وقد أوردنا عددا من الأمثلة التي تدل على شيء من محاسن هذا الدين ولعلنا نواصر الحديث في ذلك فمن الأمثلة الدالة على كمال هذا الدين واجتماله على أفضل المناهج وأحسن الطرائق ما جاءت به الشريعة من أحكام منظمة للمعاملات المالية فإن الشريعة في هذا الباب قد جاءت بأمر وسط يحقق المصلحة فلم تطلق أمر المعاملات بحيث تنتهج منهج أولئك الذين يقولون العقد شريعة المتعاقدين ولم تنتهج منهج أولئك الذين قيدوا هذا الباب وحصروا المعاملات المالية في طرائق يسيرة بل جاءت الشريعة بشيئين الأول أنها جعلت الأصل في المعاملات المالية الحل والجواز والصحة ولكنها في نفس الوقت قيدت هذه العقود بعدد من الشروط تضمن بإذن الله جل وعلا حفظ الحقوق وزوال المنازعات وصلاح الأحوال وحصول المصلحة لجميع المتعاقدين فمثلا في باب البيوع جاءت الشريعة بأن الأصل في هذا الباب هو الحل والجواز كما في قوله تعالى وأحل الله البيع وكما في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراظ منكم فانظر كيف جاءت الشريعة بأن الأصل هو الحل والجواز وفي نفس الوقت جاءت بجعل ضوابط تحفظ حقوق الناس وتمنع الغش والتحايل وهكذا في بقية أنواع المعاملات المالية فمثلا في أبواب الإيجارات جاءت الشريعة بتنظيم هذا الباب سواء ما كان منها إيجارة على الوقت أو إيجارة على العمل أو إيجارة للأعيان أو إيجارة للأشخاص وهكذا في باب الشركات وأنواع المعاملات المالية ويلاحظ في هذا الباب أن الشريعة مكنت المكلف من جعل المعاملات طريقا إلى إرضاء الله جل وعلا متى قصد العبد بتكسبه أن يحقق مقصود الشارع وأن ينفذ أوامر الله جل وعلا فمتى قصد العبد أن ينفق على نفسه وعلى من تحت يده وأن يبذل المال فيما يعود عليه وعلى مجتمعه بالخير كانت أنواع المكاسب التي يدخل فيها طرائق يرضي بها رب العزة والجلال وهكذا في بقية أنواع المعاملات بل إن الشريعة خففت على الناس بعض العبادات الشرعية مراعاة لهذا الأصل ومراعاة لشيء من أنواع التكسب ومن هنا لما أوجب الله جل وعلا قيام الليل في أول الإسلام ثم رفع هذا الوجوب جعل من أسباب ذلك قوله على ما سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله يعني يتجرون ويشاركون ويضاربون وبالتالي خفف عليهم هذا الواجب الذي كان مقررا عليهم في أول الإسلام ومما جاءت به الشريعة في هذا الباب أن أجازت للإنسان أن يؤجل ثأثمان السلع ولو بزيادة من أجل أن يكون ذلك سببا من أسباب غناء الإنسان وتمكنه من التجارة كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدينني إلى أجل مسمى فاكتبوا فأجاز الله جل وعلا المداينات رفقا بأحوال الناس واعتبارا لأثقة فيما بينهم وكما تقدم أن الشريعة وإن جاءت بجعل الأصل في باب المعاملات والحل والجواز إلا أنها جعلت لهذه المعاملات عددا من الشروط تضبط هذه المعاملات من جهة وتبعد التنازع عن المتعاملين من جهة أخرى وتحمي الناس بإذن الله عز وجل من أن يأكل بعضهم أموال بعضهم الآخر بالباطل فمن ذلك مثلا أن أوجبت الشريعة أن يكون المتعاقدان راضيين بعقد البيع وعقد المعاملات المالية كما في قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وهكذا أوجبت الشريعة أن يكون هناك علم بالمبيع وعلم بالثمن فنهت عن الجهالات في هذا الباب ولهذا ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر الغرر ومما جاءت به الشريعة أن منعت عددا من الأمور التي تلحق الضرر بالآخرين فما كان مذرا بالناس فإنها تنهى عنه ومن ذلك أن الشريعة نهت عن التجارة في الخمور ونهت عن التجارة فيما يعود على الناس بالضرر ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التجارة في المحرمات ومما جاءت به الشريعة كضابط في باب المعاملات المالية أن نهت عن الظلم والاستيلاء على أموال الآخرين قال تعالى فما للظالمين من نصير ومما جاءت به الشريعة أن منعت من معاملات الميسر والقمار التي تجعل الإنسان في احتمالية حصول مكاسب وعدم وعدم إمكانية ذلك فإن القمار يراد به الغرم المتأكد منه المحقق في مقابلة غنم لا يدرى هل يحصل أو لا يحصل وقد قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب ولا زلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وهكذا نهت الشريعة عن المعاملات الربوية التي فيها نقل المعاملات من السلع التي يحتاج إلىها الناس إلى أن تكون النقود سلعة وبالتالي يؤدي ذلك إلى ترك المبادلات المالية والتجارية في السلع ولذا قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ونحن نشاهد في عصرنا الحاضر كم جر الربا على الناس من مويلات كبيرة ومن نكبات اقتصادية متتابعة ومما ضبطت به الشريعة هذا الباب أن نهت عن الجهالة في العقود وأمرت بأن يكون هناك علم تام ومعاينة للمعقود عليه إما بمشاهدة وإما بوصف كاشف يبين حقيقته وبالتالي تكون العقود واضحة وبينة يدخل فيها الإنسان على نور يكون من أسبابه صلاح أحوال الناس ومما وردت به الشريعة في هذا الباب أن نهت عن الغش والتدريس بإخفاء عيوب السلع أو بعرض السلع على غير حقيقتها وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال البيعان بالخيار ما لم يتفرق فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما وإن كتما وغشا محقة بركة بيعهما فهذا مثال عظيم يبين لك شيئا من محاسن هذا الدين ومن محاسن هذا الدين ما يتعلق بإباحة الطيبات فإن الناظر في المناهج التي ترد على الناس يجد أنها على صنفين منهم من يبيح كل شيء بلا استثناء وبالتالي تجد أن ذلك يشمل ما يلحق الضرر بالأبدان وما يكون سببا من أسباب السوء والشر فيما بين الناس وفي المقابل هناك مناهج منعت من أشياء كثيرة من المباحات فجاءت الشريعة وسطا في هذا الباب فهي أباحة جعلت الأصل في الأشياء لإباحة وأباحة الطيبات ومنعت من الأمور التي تكون سيئة كما قال تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ولذا كان الأصل في المطاعم أنها على الإباحة كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون وكما قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وهكذا جاءت الشريعة في أبواب ما يشربونه جاءت بأن الأصل على الإباحة ومنعت ما يلحق الضرر بالناس ويكون سببا من أسباب ضياع أموالهم أو ضياع عقولهم ولذا قال كلوا واشربوا فجعل الأصل على الإباحة لكنه منع مما يلحق الضرر من مثل شرب الخمور وما يغيب العقول أو ما يلحق الضرر بالناس من مثل الإسراف في المشارب وهكذا في أبواب الملابس جاءت الشريعة بأن الأصل فيها الحل والجواز ومنعت مما يكون سبب من أسباب الضرر ولذا قال تعالى يا بني آدم في سورة العراف يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكما في قوله جل وعلا قد أنزلنا عليكم رباس يواري سوآتكم وريشة ولباس التقوى ذلك خير فجعلت الأصلة في هذا الباب الحل والجواز ومن هنا جاء الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل واشرب والبس في غير إسراف ولا مقيلة وهكذا جاءت الشريعة بجواز أكل النباتات إلا ما يكون مضرا منها وبجواز أكل لحوم الحيوانات سواء كانت برية أو بحرية والناظر في النصوص الشرعية يجد أن الله جل وعلا قد امتن على عباده بأنواع المآكل التي صرفها لهم في دنياهم بحيث جعل هذه المآكل نعمة من عنده سبحانه وتعالى أنعم بها على العباد وبالتالي كان ذلك دليلا على أن الأصل فيها هو الحل والجواز ومن أمثلة ذلك فيما ورد في قوله جل وعلا ألم تر أن الله أنزل من السماء ما أنف أخرجنا به ثمرات مختلف ألوانها حيث امتن الله جل وعلا على العباد بهذه الثمرات التي ينزلها على العباد وهكذا أيضا في قوله سبحانه وتعالى ممتنا على العباد في وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وهكذا فيما يتعلق ب أكل اللحوم كما في قوله سبحانه والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وهكذا فيما يتعلق بالحيوانات البحرية كما في قوله تعالى وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحم طرية وتستخرجوا منه حلية تلبسونها فأجاز للناس ما يتعلق بأكل اللحوم البحرية وهكذا في قوله سبحانه وتعالى في بياني ما يجوز للمؤمنين في هذا الباب وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحر ما عليكم صيد البري ما دمتم حرما وقال في أوائل هذه السورة السورة المائدة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرما وهكذا فيما يتعلق ب أبواب النكاح فإنه أجاز للناس عقود الأنكحة وجوز لهم أن يتزوجوا بما شاءوا من النساء كما في قوله جل وعلا وإن خطم أن لا تقصطوا في اليتام فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فأجاز أبواب النكاح وقيد ذلك بأربع نسوة ليكون هذا سبب من أسباب تحصيل العدل من جهة ومن أسباب عدم ظلم أنسى من جهة أخرى وإذا كانت حاجة الرجل متجددة ومتعددة أجاز له أن يتزوج بأكثر من واحدة وإن كان العلماء يفضلون الاكتصار في ذلك على الزوجة الواحدة وكما أن الشريعة قد جاءت بجعل الأصل في هذا الباب والحل والجواز إلا ما منع منه فحصر المحرمات في نسوة قلائل وجعل ما عداهن على الحل والجواز كما في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم إلى قوله جل وعلا وحل لكم ما وراء ذلكم أنتبه الآية وكما جاءت الشريعة بهذا الحكم جاءت أيضا بمشروعية وجواز الطلاق خصوصا إذا ساءت العشرة بين الزوجين ووجدوا أنه لا سبيل للبقاء والمواصلة في عقد النكاح فقال تعالى في كتابه العزيز وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف مما يدل على أن الشريعة جاءت بحفظ الحقوق في هذا الباب وعدم تضييع حق أحد منهن ولذلك قال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه وهكذا أيضا أمر الأولياء بتقوى رب العزة والجلال فيما يتعلق بأمور النساء فأمرهم بأن يجتهدوا في البحث عن أحوال الخاطبين والتحقق من صلاحيتهم للنكاح وأمرهم أيضا بأن يتحروا مصلحة من يولى عليهم ولذا قال تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمنوا بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون ومن الأمثلة العظيمة التي جاءت بها الشريعة المباركة في تحقيق مصالح الناس وتصحيح مسار حياتهم أن جاءت الشريعة بحفظ الحقوق وجعلت ذلك واجبا دينيا كما في قوله جل وعلا وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا منظر للحقوق التي جاءت بها وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القرب واليتام والمساكين والجار ذي القرب والجار الجنبي والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا فأمرت بحفظ حق الوالدين وقد قال تعالى وقضى ربك لا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا وهكذا أمرت بالإحسان إلى ذوي القرب فالأقارب لهم حق ولذا جاءت الشريعة بالتحذير من قطيعة الرحم وبيان السوء العاقبة لأولئك الذين يقطعون رحمهم كما في قوله سبحانه وتعالى في سورة الرعد والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل من ذلك الرحم ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار وفي المقابل أثنة الآيات على الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل كما في قوله في هذه الآيات إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار وهكذا في قوله جل وعلا محذرا من قطيعة الرحم مبينا للآثار السيئة المترتبة عليها فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم وهكذا أمرت الشريعة بحفظ حق الجيران حق الأصحاب خير الأصحاب خيرهم لأصحابه وأمرت أيضا بحفظ حق الخدم بل وحق أولئك الذين يملكون في الزمان الأول وهكذا جاءت الشريعة بحفظ حق الزوجين وأمرت الشريعة في هذا الباب بالألفة بين الناس وبحسن التعامل والخلق وبطيب المنطق مما يؤدي إلى سعادة الناس وإلى ترابطهم وإلى اجتماعهم على الخير كما قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وجاءت الشريعة في هذا الباب بما يحفظ الحياة الزوجية في حسن التعامل قال جل وعلا آمرا الأزواج بالنفقة على زوجاتهم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ثم أمر الزوجات بحسن العشرة فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله ثم ذكر طرائق ترتيب البيت الزوجي بما يبعد عنه المشاكل وبما يصحح الحياة الزوجية وهكذا أوجب الله جل وعلا للمسلم على إخوانه المسلمين أوجب الله على المسلم لإخوانه المسلمين حقوقا كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس إذا سلم رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ومما يحفظ العلاقة الودية التي تكون بين الناس وانظر وانظر لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس أشه السلام وصلوا للأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام فانظر ما يحقق هذا الأمر وتحقيق ما ورد في هذا الحديث من المصالح الكثيرة للناس ومما جاءت به الشريعة مما ينظم أحوال الناس ما يتعلق بتوزيع التركات وبيان الحقوق الواجبة في التركة فإن الموت حق وأمر صاير لا محالة وبالتالي نحتاج إلى قوانين وأنظمة تقوم بتصحيح مسار هذه الحياة وبحفظ حقوق الورثة وبإيجاد طريقة لنقل الأموال من ملكية أولئك الذين ماتوا إلى ملكية ورثتهم فجاءت الشريعة بتنظيم وبيان كيفية توزيع المال على الورثة فجعلت هناك حقوق في التركة من ذلك مثلا ما يتعلق بترتيب الميت وتهياته وسداد ديونه وتنفيذ وصاياه ثم جاءت ببيان طرائق واضحة فيما يتعلق بالمواريث فجاءت بإعطاء كل ذي حق حقه وانظر للآيات التي فصلت في هذا الباب كما في قوله تعالى يصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنا نساء فقط نتين فلهن ثلثا ما ترك فنظمت ما يتعلق بميراث الأبناء والبنات ثم نظمت ميراث الوالدين وجعلت ذلك على سبيل الترتيب بما يضمن قطع النزاع وما يضمن إيصال الحقوق وبما يضمن تحقيق المصالح للناس وكلما كانت المسؤوليات على الشخص كثيرة جاءت الشريعة بإعطائه من الميراث ما يتناسب مع الواجبات التي تجيب عليه فمثلا من المعلوم في البيت الزوجي أن الزوج هو الذي ينفق على الزوجة ولذا جاءت الشريعة بجعل حظ الذكر مماثلا لحظ الأنثيين في مسائل متعددة مراعاة لأن الذكر هو الذي ينفق على بيت الزوجية وأن المرأة ينفق عليها زوجها ولو كانت غنية وهكذا أيضا في مثلا في باب ميراث الوالدين فإن الشريعة قد جاءت بأن الميت إن كان إذا لم يكن له أبناء ولا بنات وكان له إخوة فإن الأب يأخذ خمسة الأسلاس لأنه حينئذ سينفق على إخوته ويكون للأم سدس واحد أما إذا لم يكن للميت إخوة فإن الأب يأخذ ثلثين والأم تأخذ ثلثا فلما وجد الأخوة الذين ينفق عليهم الأب كان ذلك من أسباب نقصان ميراث الأم من الثلث إلى السدس لأن الأب سينفق عليها وسينفق على أبنائه فإذا لم يكن هناك إخوة للميت كان للأب الثلثان وكان للأم الثلث فزادت نسبة الأم لأن الوالد لم يعد منفقا على إخوة الميت ولكنه لم يساوي بين الأم والأب لأن الأب ينفق على أم الميت متى كان حبل الزوجية بينهما متصلا وبالتالي جاءت الشريعة في هذا الباب بأمور وأحكام تصلح أحوال الناس ولذا قال تعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما وذكر الناس ب أن المحافظة على هذه الحقوق وإيصال المواريث لأصحابها حق شرعي وحد من حدود الله وتوعد أولئك الذين يمنعون من وصول المواريث لأصحابها ومما جاءت به الشريعة في هذا الباب ما يتعلق بتنظيم أحوال الوصايا وجعل هذه الوصايا مرتبطة بشروط لا تصح إلا بها فلا وصية لوارث والوصية محصورة بالثلث لا تزيد عن ذلك حفظا لحقوق الورثة وقد قال تعالى غير مضار يعني أنه لا يجوز لصاحب التركة أن يوصي بما يكون سببا من أسباب الإضرار بالورثة ولذا نهى عن الوصية للوارث ونهى عن الوصية فيما زاد عن الثلث ولا شك أن الوصايا لها أثرها الجميل سواء فيما يتعلق بالقرابة الذين لا يرثون بحيث يتمكن الإنسان من إيصال شيء من ماله إليهم أو فيما يتعلق بجعل هذه الوصايا سببا من أسباب تنمية الأعمال الخيرية واستمرار الخير في الناس وبالتالي يكون هذا من أعظم أسباب نيل ذلك الميت للأجور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان إن قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ومما جاءت به الشريعة مما يكون دليلا على حسن هذا الدين وكماله ما جاءت فيه بتقرير العقوبات سواء كانت من الحدود أو التعزيرات فإن النفس البشرية قد تغلب عليها طبائع تجعلها تعتدي على الخلق وتتجاوز الحقوق فجاءت الشريعة بتنظيم عقوبات تعيد الناس إلى الطريق المستقيم ويكون ذلك من أسباب كفارة ذنب أولئك الذين أقدموا على هذه الأفعال المخالفة وهي في نفس الوقت تردع الآخرين عن أن يقدموا على مثل هذا الفعل وهي فهي من جهة رحمة بأولئك الذين ارتكبوا تلك المعاصي والذنوب وفي نفس الوقت هي من أسباب ترك الآخرين للإقدام على هذه الذنوب وفيها أيضا معنى آخر ألا وهو شفاء نفس أولئك الذين تم الاعتداء عليهم ومن هنا كان تقرير هذه الحدود والعقوبات والتعزيرات مما يحقق مصالح الناس ولذا قال ولا تأخذكم بهما رعفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فالرعفة بأولئك الذين ارتكبوا موجبات الحدود هي بتطبيق الحد عليهم ليكون ذلك من أسباب تكفير الذنب ومن أسباب رضاء الرب عنهم ويكون هناك عظه وعبره للآخرين ولذا قال تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين وكما قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولو الألباب لعلكم تتقون ومن الأمثلة الدالة على حسن هذه الشريعة ما جاءت به الشريعة من الحجر على أموال بعض الفئات بحيث لا يمكنون من التصرف ويوضع عليهم من يقوم بالتصرف بأموالهم ليحقق لهم المصلحة فمن ذلك أن المجنون الذي لا يحسن التصرف منع أو حجرت الشريعة على ماله وأمرت بتولية ولي يقوم بتصريف أمواله على ما يعود عليه بالخير والمنفعة ولذا قال الله جل وعلا في كتابه العزيز ولا تتسفها أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا ليتاما حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنست منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا وهكذا أمرت بالحجر على الصغير والإمساك على أمواله لألا يتمكن بعض المتلاعبين من أخذ أموالهم وليحصل النماء والزيادة في أموال هؤلاء الصغار وهكذا أيضا فيما يتعلق بذلك الشخص الذي لا يحسن التصرف في ماله فيكون سفيها لا يقوم بالتصرفات التي تحفظ المال وهكذا أيضا أمرت الشريعة بالحجر على المدين الذي كثرت الديون عليه بحيث تغطي على ماله من أجل مصلحة الدائنين الغرماء ليكون ذلك سببا من أسباب قضاء ما نستطيع من هذه الديون وإزالة التصرفات التي قد تكون سببا من أسباب الإضرار به ونظمت الشريعة في هذه الأبواب الأحكام المتعلقة بالحجر ومتى يحجر عليه ومتى يتم إزالة هذا الحجر ومطرائق إزالة الحجر ومما يحفظ الحقوق ويكون سببا من أسباب صلاح أحوال الناس ومن الأمثلة التي تدل على حسن هذه الشريعة وكمال أحكامها وتحقيقها للمصالح ما جاءت به الشريعة من توثيق الحقوق المالية التي تكون بين الناس فإن الحق الذي يكون للآخرين قد ينسى وقد يجحد وبالتالي جعلته وقد يموت من عليه الحق ولا يقر الورثة به لكونهم لا يعلمون به فأمرت الشريعة بتوثيق الحقوق وتسجيلها ولذا أمرت الشريعة بالكتابة لحفظ هذه الحقوق كما في قوله تعالى يا أيها يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا وهكذا أيضا قال تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد ومما جاءت به الشريعة في هذا الباب أن أمرت بتوثقة الحقوق بإيجاد الشهادة التي تكون عليها كما في قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل ومراتان ممن ترضون من الشهداء أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقصد عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم الآيات وهكذا أيضا فيما يتعلق بحفظ الحقوق عند أدائها لأصحابها كما في الآية التي ذكرت قبل قليل فيما يتعلق بدفع المال إلى اليتامة والصغار بعد بلوغهم فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا وهكذا أيضا ذكر الله جل وعلا توثقة الوصايا بالشهادة عليها كما في قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية إثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا قليلا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين وقال تعالى ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه وهنا أذكر بشيء في هذا الباب ألا وهو أن الشريعة وإن جاءت بصلة الأرحام والأمر بأداء الحقوق لهم إلا أنها في نفس الوقت نهت عن جعل صلة الرحم سبب من أسباب تضييع حقوق الآخرين كما في هذه الآية فيكسيمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين ومثله ما ورد في قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقصد شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا وهكذا وهكذا نهت الشريعة عن أن تكون الصداقة أو العداوة سببا من أسباب الجور وعدم العدل في هذه الأبواب كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقصد ولا يجرمنكم شنآن قوم على لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ومما جاءت به الشريعة في حفظ الحقوق أن قررت مبدأ الرهن بحيث توضع بعض بعض الأموال لحفظ الحقوق واستيفاء الديون منها ولذا قال تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبة فرهان مقبوضة الآية ومما جاءت به الشريعة في هذا الباب أن شرعت أحكام الضمان بحيث جعلت الإنسان يمكن أن يقوم بالالتزام بما على الآخرين من الحقوق وبالتالي يكون صاحب الحق هذه البال ضامنا أنه إن لم يستطع صاحبه أن يفيله بالحق فإنه يتمكن من الرجوع للآخر للضامن من أجل أن يعود عليه فيأخذ حقه منه وكما في قوله جل وعلا عندما ذكر في قصة يوسف عليه السلام قال ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم ومما جاءت به الشريعة في هذا الباب مشروعية أحكام الكفالة بحيث يلتزم بعض الأشخاص بإحضار من عليهم حقوق مالية متى طلب منه ذلك وبحيث يقول متى أردتم فلان فأنا كافل بأن أحضره بينكم لتتمكنوا من أخذ الحقوق التي تجب عليه ولا شك أن حرص الشريعة على توثيق الحقوق وسحب ما في النفوس مما يظن به التشكيك في الآخرين عند طلب توثيق هذه الحقوق لا شك أن له الأثر الجميل في حفظ الحقوق وأدائها لأصحابها بدون أن يكون هناك أي التباس أو أي نسيان وخطأ في هذا الباب أو أي جحد لهذه الحقوق فتوثيق الحقوق وكتابتها وتسجيلها الشهادة عليها وإقامة الرهون وأخذ الضمان والكفالة عليها لا شك أنها من الأسباب التي تؤدي إلى حفظ هذه الحقوق والناظر في هذه الأبواب التي ذكرتها في هذا اللقاء يجد أن الشريعة في هذه الأبواب قد جاءت بتوسعة الأصل مع إيجاد بعض الشروط والضوابط فتوسعة الأصل تجعل الباب مفتوحا والمجال واسعا وإيجاد هذه الشروط والضوابط تزيل التطبيقات والممارسات الخاطئة التي تكون في هذه الأبواب سواء فيما يتعلق بالمعاملات المالية أو فيما يتعلق باستعمال ما في الدنيا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا أو فيما يتعلق بأبواب الأنكحة أو فيما يتعلق بالتصرفات على أنواعها وهكذا جعلت الأصل في الناس أسل من السوء والشر وبحيث لا يجوز إيقاع عقوبة بأحد من الناس بدون أن يكون هناك موجب قد تيقن منه ولذا كما أن الشريعة قد جاءت ب مسألة التوثيق الحقوق أيضا جاءت بعدم التصديق فيما قد يقال من اتهامات موجهة للآخرين بدون أن يكون هناك أدلة أو براهين قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وبالتالي نهت أن يتكلم الإنسان في عيوب الآخرين وحذرت من ذلك وجعلت العقوبات على أولئك الذين يتهمون الآخرين باتهامات بدون أن يقيموا الأدلة والشهادة على ما يدعونه مما ينسبونه للآخرين فهذه نماذج من نماذج محاسن الشريعة التي تدلك على كمال هذا الشرع وبلوغه أعلى درجات الكمال وتحصيله لمصالح العباد ودرء المفاسد عنهم فالحمد لله الذي هدانا لهذا الدين والحمد لله الذي جعلنا من أهله والحمد لله على نعمه المتتابعة أسأل الله جل وعلا أن يسبغ علي وعليكم نعمه وأن يجعلنا وإياكم من الهدات المهتدين هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليم كثيرا إلى يوم الدين وعلى آله محمد اشتركوا في القناة